مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بأبو ظبي جلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان وقدم الأمير مولاي رشيد خلال استقباله من قبل سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان الرئيس الجديد لدولة الإمارات قدم تعازي جلالة الملك في وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان المتابعة معك ياسين كويندي صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد متل جلالة الملك في تقديم التعازه في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد آل النهيان وذلك خلال استقبله من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وكان جلالة الملك قد عبر باسم المغرب ملكا وحكومة وشعبا للأسرة الأميرية الجليلة والشعب الإماراتي شقيق حرط عازي واصدق مشاعر مواساته في هذا الرزء الفادح في فقدان قائد عربي شام وأصيل ربطته بالمغرب أوصر وطيدة من الأخوة والتقدير وبهذه المناسبة الأليمة أصدر جلالة الملك أمره السامي بإعلان الحداد الرسمي بالمملكة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة الثالث عشر من ماي وتنكيس الأعلام الوطنية على المباني الحكومية والإدارات والأماكن العمومية وكذا بسفارات وقنصليات المغرب بالخارج كما هنأ جلالة الملك في برقية صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد أل النهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة المتحدة